المرازيل يبدأ اليومنا فساته في البطولة مع دولة أولى من دور المجموعات الكلية على مهمية البدايات وتأثيرها على اللاعبين وعلى المعنويات والثقة التي تمنحها للجميع أكيد في انتظارنا مباراة جميلة في أجواء رائعة جداً ننتظر منها كثير ملعب المرازيل المعروف الشهين للمنتخب المرازيلي ليحمل نكريات كثيرة للمنتخب السنساو سيحزف الآن النشيد الوفني لكوريا الجنوبية ثم الدور الآن على المنتخب الآخر في السلام الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصلت إليه كرة طولية إلى الأمام لمسة على اليسار يلعب على الطاير وحاولة لم تكن سيئة مشاكل دفاعية كبيرة جدا هذه الكرة بالذاتة تحمل الدفاع مسؤوليتها ليتاح فرصة للمرور للفريق الخاص والأعب الكرة العربية نايمار يتلقى الكرة لا أعتقد أنه يفكر في التسجيل من هذه بسافة هناك حلول أفضل الكرة تخرج مرة أخرى البرازيل لم يحاول على المرمى في هذه المبارات حتى الآن دانيل لو لوكاس ماكيتا مخالفه واضحة جدا وكل أحر يحتسب الحكم مخالفه ومخالفه 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 اتسترال بايفا من المحر صاروخ عبر نقارات لعبة جميلة جدا مهار عامة تنفيذ أجمل نهاية غير عادية هدف لا يمكن أن تنوم في حرس المرباب اللي لن ينجح ترويس الكرة البرازيل يسجل هدف الأول للمباراة تقدم السحب الكرة ملعوبة من مسافة جابريل ماغالايس غراقة كانت جريئة لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع كسب الرهان على حساب رجون سرعة غير عادية ودقة في التمرير جابريل ماغالايس البرازيل متقدم بفارق هدفه عند الأفضلية والحارس يلعبها بعيدا عن مرمى سرعة في سعادة الكرة تمريرة جميلة كرة طولية من الحارس تمطلق صافرة نهاية ونهاية الشوق الأول شكر حاص المهاجمين بعد التوصل إلى التسجيل قبل نهاية الشوق الأول ثاناء كذلك لأدالها بخط الوصف هم اللي يقدموا الهدايا لنتابع معنا أحداث الشوق الثاني من المباراة هدف يبعث الأوراق المتموعة ترجمة نهاية الشوق الثاني من المباراة كابريل ماغالايس كرونو جيماريش ماتياس كونها كون شارلس من سيستلم هذه التبريرة الطولية كون شارلو الآن فرصتهم للمرتدة يلعب كرة بينية كونيا الجارلية كان في بعض التسرع هنا لكن تكرار المحاولة راح يكون أفضل بالتأكيد واضح النهج الجديد في الهجوم الآن فيه لعب هيتومي الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة بطاقة صفراء مستحقة كونيا الجنوبية لا يتبع سلوب معين في الثلاث الهجومي عنده سلاسة في تطبيق فكرة الهجوم محاولة خلق الفارق بالاعتماد على أكثر من السلوب بهذه الطريقة يكون دائماً عنده حلول مختلفة يكون من الصعب أخصم إغلاق مراقز القوة لديه في الملعب كون جانغو تغيير لها بالأجناب وله لديه مساحة كبيرة تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدم في مباراة اليوم عنده برساحة خالعة كون راسية مساعد الحكم يعلن الحالة تسلل لا يفقدون الأمل في الدقائق الأخيرة ما زال يحاول فريق الإفلات من الخسارة وتحقيق التعادل والآن عملية تغيير لكل من انضم إلينا الآن هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن النتيجة 1-0 لبسة بينية بيونج ميز بيونج ميز بسجيد من الأول أمس يلا كرة يسار ولا لديه بيونج ميز وهكي أرسل وهي أكو إلى نهاية المباراة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر